اشتركوا في القناة فقد عرفت مجريات الربع الأول من المواجهة احتراز دفاعي من الجانبين فيما كانت أبرز محاولات التهديف من جانب الفريق البركاني الذي كان قريبا من هز الشباك لو لا التصدي الناجح للحارس الودادي ريدة تاغناوتي ومع مرور دقائق مجريات الجولة الأولى تبادل عناصر فريق الودادي الرياضي والنهضة البركانية مناورات هجومية محتشمة قبل أن يقتنص اللاعب الشرقي البحري هدف التقدم للنهضة البركانية برأسية مركزة هزة بها الحارس ريدة تاغناوتي في الدقيقة الثانية والثلاثين لتنهي صافرة الحكم الجزائري مصطفى غربال تفاصيل الشوطة الأول بتقدم النهضة البركانية بهدف النظيف ومع بداية مجريات الجولة الثانية بحث الفريق البيضاوي على فتح ممرات في الخط الخلفي للفريق البركاني من خلال خلق مناورات هجومية مسترسلة وازها أبناء المدرب عبدالحق بن شيخة بقتالية في الخط الخلفي وفي الوقت الذي حاولت فيه العناصر الودادية البحث عن هدف تعديل النتيجة عبر الضغط على معترك النهضة البركانية نجح الأخير في تعزيز النتيجة بهدف تاني من ركلة جزاء ترجمها اللاعب سوفيال لمدن للهدف في حدود الدقيقة الواحدة والسبعين فيما تدخل حكم غرفة الفار لمطالبة الحكم مصطفى غربال بمراجعة قرار احتسابه ركلة جزاء لفريق الوداد الرياضي بعد دقيقتين من هدف لمدن وحاول رفق إيحيى جبران تقليص النتيجة في ربع ساعة الأخير من المواجهة من خلال ضغطهم على معترك النهضة البركانية غير أن ذلك لم يتحقق لتنتهي تفاصيل المباراة بتتويز النهضة البركانية بهدفين نظيفين في هذا اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر